شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع مذكرة نوايا حول تكامل تكنولوجي لخفض وتقييم غازات الشعلة وتكنولوجيا خفض الانبعاثات الأخرى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاس والشركة إني الإيطالية بموجب هذه المذكرة ستقوم الشركتان بدراسة وتحديد الفرص المتاحة لعمليات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مشروعات قطاع البترول والغاز في مصر ولأعداد خطة رئيسية للاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة عن هذه العمليات تأتي هذه المذكرة في إطار التزام مصر بالمبادرات العالمية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات ومواجهة أثار تغير المناخي واستكمال للجهود والمبادرات التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ كوب 27